من الخمسة لسبعة متى العشية الدوامة بروس مع محمد الخميسي على إيافان أحلى غدير إيافان أحلى راديو أهلا وسهلا ويا مرحبا سلام عليكم وليس الكل قاعدين تسمعوا فينا وينما كنتوا داخلوا خارج حدود الوطن وينو يصلكم صوت إيافان قل لكم إن شاء الله نهاركم إزيان ونهاركم أسعد الأيام سعيد جدا نتقابلوا في هذا الموعد اليومي من هذا الموسم الثاني من برنامج الدوامة بروس حلقة الجمعة 24 مايي 2024 جمعة مباركة لنا جميعا حلقة اليوم نحكيه برشاكورة نحكيه على مباراة التراجي والأهلي المصري آخر الاستعدادة 24 ساعة أخيرة قبل مباراة الفينل مباراة التتويج مباراة اللقب في الشيمبيونز ليغة الإفريقية الأهلي المصري والتراجي الرياضي التونس نحكيه على الأجواء الداخلية بين السياسي الثقافي والرياضي نحكيه هنا على حقيقة وجود تائرات حربية روسية في متار جربة بيان وتوضيح الأسفار التونس في فرنسا والتقرير على أحد القنوات الفرنسية في الموضوع ذا أيضا نحكيه على موضوع تم اقتراهه في مجلس نواب الشعب حول تسويت ملف الأفريق والمناولة هذا الكل أكثر مع الفريق والمجموعة اللي بش نتعرف عليهم توتسويت البداية بالكابتان والكاتب والريائي خالد علي التويت خلود مرحبا مرحبا بيك محمد مرحبا مستمعي ومستمعاتي يفهم يوم محمد بش نحكيه فيما حاجات ساعة تشوف دي على الفيسبوك تشوف حاجات والله يفجعو محمد بالحق يفجعو وتشوف يقلقو برشا ويزبنا نثبتو محمد الراجل خرج يحوس مع دارو في الرفراف بكلبطو وقت اللي قارجت رئيس مركز بوحاجلة كيفاش خرجوه وحرق مني محمد ورحمة بابا أنا واحد من الناس قلقت كان قلت الأمن متاعنا في تونس رئيس مركز يخرج بالطريقة هذيك وكيفاش يعمل على الدنيا السلام بجاه ربي الناس كلا عموات الختيق رجم عائلت في الرفراف محمد ثم حاجات يزم يثبتو يزمم يثبتو إذا جاءكم من أخفاس يقوم بنابة فتبينوا الخبر عسائل ما شكورين هذي إذا تبينوا الخبر ما شكورين إيه نحكيه لك واضح كان جاكم خبر خائب ثبتو فيه خارق رات واضح الإشاعة اليوم إشاعة ولت محمد وتتعدى الفيديو عامل فوق ثلاثة ملاي إشاعة محمد وصل تفرق ديار تخرب ديار تعمل برشا حاجات خائبة ربي يحفظنا بعد شوية بشيكون موجود معنا من مصر سيد العربي سنيجرية نجم المنابر الأعلامية في مصر بشي يأتينا آخر الأجوية بعد ما سمعنا أنه موجود في ظروف يعني خمسة نجوم وأكثر وموجود بحذية حمزة سنيجرية في تعويض لسيد العربي سنيجرية حمزة العبيدي مساء النور مرحبا 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 تحية لكم ولكفة مستمعية ومستمعات إذاعة يا فهم على تبين الخبر كنت معدش معدش كنت ولي لبسي معدش تبين الخبر تبين الخبر تخلنا في السيد اليوم مواضيع داسيمة بش نحكي وفاها عنا فينا لشامبيونز ليج عنا قرار محكمة العدل دولي وعنا عدة قرار محكمة العدل دولي ذهل من دقائق ولا ساعات من اللي خرج نوه في حمزة جوة يحكي تقريبا أمرت أنه يتعين على إسرائيل توقف على الفور هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح وأكدت زادة أنه معطاتش حتى معلومات كافية تثبت أنه العبادة ذهما اللي شئين اللي غادي قاعدين يخرجوا ولا قاعدين يتم نقلهم من مكاني لآخر على رفح فقط على رفح فقط لأنه الحكاية مربوطة بشكوى جديدة قدمتها جنوب فريقيا على رفح بالضبط على رفح القرار هذا مهم كيف كيف عطت مهلا متع شهر بش الكيان العدو يرجع بمعلومات يوري كيفاش التزم بالقرار هذا وزادة النجم ونفهمه أهمية القرار هذا تأثيره على النائب العام طيب محكمة جنائي المدعي العام أنه يخلق المدعي العام بلده أنه يكون ياخذ أريحها وكيف كيف نجم يأثر على قرار المحكمة بما أنها بش تنظر في الدعوة متاع إيقاف اعتقال نتنياهو وغالانت القرار مهم في مصلحة الشعب الفلسطين والأهديث قاعدة تتطور في الجانب الفلسطين بالضبط ونزيده زادة ونزيده أنه الكابينات متاع العدو زاد وسع في صلاحيات متاع فريق التفاوض تحت الضغط هذا الكل اللي صار وتحت الزخم متاع التحركات الدولية اللي قاعدة أصير ممتاز وفما حديث يقول أنه التنازلات اللي قدمتهم منهم الهدوء الدائم في غزة ذي الكيان الصهيوني دونك فما تطورات تنبق بخير الشعبنا الفلسطيني المقاوم والصامد والمنتصر بإذن الله شكرا لك حمزة العبيدي يغيب علينا اليوم رئيس التحرير السابق حسنين سيد حسن بن عوثمان لأسباب شخصية وعائلية إن شاء الله يكون موجود بحثينا في قادم الحلقات يقولوا لي فريق الأهداد أنه التليفون حاضر مع صديقنا العربي سنجرية من مصر سنجور مساء النور مرحبا يا أخوي محمد يا أخوي سمعنا طمنا عليك قاعدين ناخدوا في أخبارك من تيك توك فيسبوك يقولوا تنقل عربي سنجرية شهرية تتسبب في الوقت وفي نزل خمسة نجوم الحمد لله أخوي محمد تصبت لوديس شهرية بكري نقلنا لمصر البارح البارح لحق عملنا دورة كبيرة في مصر في شارع محمد علي تفرحتنا نحضروا فيما تشونا كما ملعبية نحضروا فيما تشونا نحنا بيدنا نحضروا فيما تشونا بعد ما مشينا تشارع محمد علي صباح الفجر قمنا مشينا الخليل في جامعة سيد الحسن والحسين صلينا الفجر والحمد ديركت من محمد علي للجامعة مشينا للنزل خمسة نجوم ممتاز وبعد نقلتنا كربا يعني معني ظروف يقامة كبيرة معنى ظروف طيبة لحق شيخين شيخين إن شاء الله إن شاء الله نكملوا نفرحوا أخوي محمد هذه التصوير اللي لعنا من قدام الأهراميات وإنتي هكا تعمل في علامات النصر وكل ما أي هذاك يعني مشيت للأهرام وكورايا الأهرام حلا معاك الأهرام فلوس بالمشتع إن شاء الله أخوي نتمنى لك يخلو ده تترشح زاد أنت وتمشي للأهرام زادها شلو المشكلة إن شاء الله ولا كان ما تترشحت يمشي يمشي واحد قص يمشي واحد قص يمشي واحد قص تخلط علي سمعني المشيين دي ما نمشي سافر ما تعرف في الكورة راه كل بريود تجي جمعية تدور تدور تولي الكل يو بتمشي على كل هو قلق أخلط علي أخلط علي حتى مش بعيد هو سيد العربي سنيجرية مرحبا سنجور مرحبا بيك يا حم معناها سمعني عليك خبر اللي أنت تاخد تقريبا في ثلاثة ملايين سبعمائة شهري من سيد حمدي المد بحرفيا يعني أنا طلعت المصر في خمسة نجوم يودي ما خليوا ما هبتوا علي نهار كمين تلفت ناقل فيسبوك تصويت والله يا حم يا الكارت الدخول قصصها بفلوسي أقسم بالليل ننكلم حد راني انا حب تراجي مش في بيلو ماشي عمني الحبي التراجي عندك يودي أنا بيب والله يا حم أنت تعرفني أقرأ أكثر وحي ونجم يس والله لن نكلم محمد المد كان شي كي تبدأ في حاجة مثلا السكرة كنت رئيس جمعية مثلا أكا رئيس جمعية رؤسي جمعية في بعضكم وقت نحكي لك نبدل تيك توك ويأخذ 3-700 ويأخذ الإشعاعات اللي أحكي محمد يعيب فم عبيد عربي يحكم العربي من بعيد يا محمد يقرب له والله محمد نحي كل شي فم عبيد محليهم محمد والعبيد تنفخ كروش العبيد بالفارغ محمد ينفخ لهم كروش بالفارغ وقعد كاكة ديما إن شاء الله تقعد ديما كاكة في عين للعبيد والأباس والغناء في القلب راب ومحليك ومبنك وشوف نقول لك شي والحاجة اللي عجبتني فيك قعد قربت لكم أنت من الناس اللي ما تطيحش خشمك وقعد كاكة وإن شاء الله ربي معك وقسم بالله يا حما والله عبيد تعرضني في الشارع وتحكي على خال وقسم بالله نقولوا ما تعرفوه منقطه بخلق الله متعرف وانت تعرف محمد الكلام اللي نقول فيه يعني ماشي خالة نسم ليح ياسر ما يعرفوش يراوي فادلك وفيش في بينهم لكن حتى العلاقة بينياتكم بيها يا برش يشوفوا ساعات الفيديو بالضبط خوك ما اقول لك حاجة باش هو فيتني خط الاسبيرونس قاعدة تربح نهارتلي نربح ولا ما نعملك تقبل وعرس عمله برنينش خاس حتى نهار السبت عملوه بالسبت يا حما كان نهار ربحني مطلقاني تليفون مساكن بشمشي المصر وقته بالرسمي بشمشي المصر بلاحق السيد عربي الكليم من نوع ذي يقلق شوية حتى على مستوى العائلة مثلا انها وتلعها يقلق لاني انا يعني ما لاني انا وليس ما تقلقوا عليك في مصر وانا وياك نتواصل وما بعضنا قلت ما قليش ما تلعق اخي انا اخي كان شوما مثلا ترجي ولا يحكي اخي كان مش تهزني مش تحسن مني وقعت يا عيد فضل هاك تحكي لي على شارع محمد علي والدور وتسعر وكل والله محمد عيب عيب انا والله كنت نتصور عربي في مصر ورحمة باب ريتني كدخلت تصدمت تصدمت خاطر حتى من باب الانسانية حتى من الاسبرانس عربي ماجد يمارك بتعلي اسبرانس اي ماجدو مارك دونك فمع بيت قبل عنا عنا ناس في الكليب محمد علي محمد يخلصوهم محمد علي النهج لسر فيه النهج لسر فيه احكيت لسر والله محمد فم ناس يجي فم سيبورتريات يخلصو تذكرتو وطيلو وعادي روعات يجد والله يا حما والدي لا والله والدي الكبير تقل قال لي بابا شباهم يحكي وكا يقولوا عليك هكي ينا ناخو بشارية ولا عندي رونا سيحمدي المد فراني يسين نحب ونحترم ونقدر ويرحم وديه وخا هو سيحم وقا سجلوه لكلامة مشكلة روما روو كان جاء فما انسان وحكي ما في الفريق وعمدي المد كان جاء في الفريق يطوكي معك ولا في النجم ولا فيه اللي دائما منا نكذبوش عنا السين محترم وسين والدعايل ما تحب نحترم الناس ونقدرهم ونحب العق دائما يخدمه في الترج ودي حاجة نحبها يعني لنتاج ربائع وللعندي وللأمانة زادها عربية سنجرية ونقفلوا الموضوع ذا عربية سنجرية هوني في فيمراء والوضعية كما الناس الكل عنده طوى معنا تقريب سيزان كاملة وما هوش خالص ويجي وحاضر وفي عوض النهار نهارين وثلاثة يكون موجود في الجمعة معناها راو عربي اللي يحكي فيه موجود حبيت تكون موجود في مصر سنجور ما يكتبش ربي ما حبيت حبيت تمشي الفينات عربي سنجرية اي حبيت نمشي لو فما تايرة خاصة طوى تقص على البرنامج طوى طلعبش بخبز تقص على خالص طوى طوى بش نمشي والمصر فعلا طوى بش نمشي وناخدوا الاخبار اخر اخبار جماهير التراجي الاخبار اللي قادين طبعوا فيه الناس الكل مع مراسلنا وصديقي بسميلي القيس ابنينة قيس مساء النور مرحب بك محمد مرحب بكل مستمعينا ومشاهدين وكل متابعي بريب جدا شكرا لك قيس ابنينة نعرف طوى يمكن ناخدينيك في وقت حساس شوية ونحب ناخد عندك معلومة دقيقة عطيني اخر الاخبار جماهير التراجي العدد اللي بش يحضر فهميش معلومة مؤكدة ولا شبه مؤكدة على قل خل دوله والاخبار بالنسبة الاخبار المؤكدة ما فهماش يعني النجم نأكده فقط معلومة معلومة العطاة اللي يحكيوا عليها من الاجتماع الفني اللي كثار اليوم رهي مطفرحش برش خاطر هناك في مصر تقريبا ثمانية لاف محب من جمهية رجال تونسي وهذا رقم كبير برش ثمانية لاف بالضبط يعني ثمانية لاف راو من كل اخطار العالم من اروبا من امريكا من البيت في كل الحقيقة محمد راو تشوف كان الاجتماع الفني اللي تاريو الحقيقة هو القانون يقول خمسة بالمئين تقفص عابل مرحب نحكيه هنا ثلاثة قريبا ملعب يهز سبعين الف متفرج يعني ثلاثة لاف وخمسم بالضبط اللي صار انه حتى من لحظة هذية ما فاميش اجابة من عند الكاف حسب المصاد اجابة من الكاف بخصوص ازداد على الرقم هذك الاجتماع الامني واللي صار اليوم ما خرشوش بيب حتى نتيجة ملقي حتى اجابة من عند المسؤولين في الكاف وإلا اي طرف اخر النسبة الهن بعض من المصادرنا في النادي الاهلي اكدوا انه بفضل علاقات بين الترجع والنادي الاهلي فانه ثم الاهلي بيش يتكفل بألف محب بيش يحاول يزيد الرقم هذي رقم الف محب يدخلوا من الملعب غضوة وثاني هنا بنجم نعقيه عليه اربع لاف محب للترجع التنسي في مباركة للفنال يعني بيش يبقوا اربع لاف غريب يلزم يشير تدخل ان شاء الله ونبقوا خلول من اجل انه جمهور الترجع التنسي الموجود يعني تحول المصد وصرفت برش فلوس انها تدخل الملعب وغير الماء قاعدة تقوم به ادارة الترجع التنسي والي قاعدين يحاولوا بكل الوسائل اللي المجموع عملوها بتباية الحال وكل الضغط اللي المجموع عملوه ادارة ترجع التنسي من اجل انه يمكن كل جميع التنسي الحاضر الماء انها تدخل وتشهد الفناد واضح شكرا لك هذه هي المعلومة الموجودة معك اول باول كان فما اي جديد تايس ابنين اي تفضل ايه بس نحاول نستغل وزودي معاك لحدي رسالة بسيتة للبعض اللي يومها تونسة ويقولوا انه الترجع بالتونسي شي للقاهرة من اجل المشارك وانه النادي الاهلي هو فريق ابتال والترجع فريق المشاركات رأوا الترجع فريق الابتال والنادي الفريق يشارك في اي بطولة رأوا يلعب بشي هزي بنبط البطولة هذيك وليسوال كد كيف والسياسيس كد كيف معانيش اندي بتونس تلعب من اجل المشاركة هذا حد اني انا ما في بنيش صحيح اه اثنية اخرى ممتاز هذا هذا صحيح شكرا لي قيس ابنين وانهب ناخذ معاك كان فما اول باول تدخل معنا وتعطينا الجديد اللي يهم جماهير الترجع سؤال قبل من تعدل احوالك سؤال بسرعة جماهير الترجع تصنع الحدث في القاهرة اليوم والبارح اكيد اكيد جدا اكيد نتصور جماهير الاهلي جماهير الترجع كنت تعرف انتي الملوك التنقلات كيفاش يعني يتنقلوا للمكان ما اكيد رأوا فرجة اخرى و يعني عرص حقيقة عرص في القاهرة وين دور تقى جماهير الترجع تنفي وين دور تقى اللحمر الابصر في كل مكان و يعني اجهي اخرى اعطاوه طبع اخر لجماهير الترجع تونسي هوني عشقه في العديد كبيرة برشا وكان نشوف خان الخليلي كيفاش يعني محبي تونس ولد عبارة ناجل قطبة وناجل جماهير التونر وخان الخليلي خان الخليلي هذية شكرا لي قيس بنينة ملك المرسلات قيس بنينة تهيتي ليك وعندك الخط كما قلت لك كل جديد كل معتائي نجم يكون مهم الناس اللي فيه تروقاتهم الناس اللي قاعدين يتبعوا فينا جيكم ايه بالغاية بتو تسويت من خمسة لسبعة متى العشية التوامة بيوس مع محمد الخميسي على ايه فان احلى غدية ايه فان مهلا رديو مرحبا بكم جديد الناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا رجعنا لكم هذه حلقة التوامة بحضور من تونس لسيد العربي سنجرية سنجور موجود خالد علي التواتي وحمزة العبيدي الاشكال تاع جمهور كنت اسمع العربي سنجرية ثمانية ليف تقريبا من جمهور التراجي موجودين في مصر طاقت الاستيعاب المسموح بي ثلاثة الاف وخمسمية الجمهور التراجي تدخل من ادارة الاهلي يقال باش يزيدوا الف يعني نحكيوا على ربع لف وخمسمية وباقي من زل فم اشكال في دخول الباقي جمهور التراجي والله محمد معلومة اللي عندي خرابة العاشراليف حتى ثمانية ليف فم اكثر مع العاشراليف تقريبا موجود لانه جوا من انحاء العالم خلفتوا من كل البلاد حتى من امريكا فمش كن جاي فرانسا من الخليج نرفيج ترى هذو من الفيديوهات اللي ارزمي محمد اللي عملتها التراجي بكل صراحة مش نرجع ونحكيوا عليها اما هي وكاني شوقت الناس بتتعاود تدخل كجماهير تتفرج التراجي واذا بكل صراحة انشارلا انشارلا اخويتنا في مصر خلينا نقول اخويتنا نحنا نبدوش شوي خلينا نقول اخويتنا في مصر راك انتي هبط لك من طيارة وعديته في الديوانة وصرفت له فلوس مصر راو موش جاي باشي يخطب زكية ولا باشي يخطب في راو جايبش تفرج التراجي موش تفرج الماتش فنال بين الاهلي وش وتراجي ومروح على روح صحيح يعني يلزمك مدام قبلته غادي يلزمك دخل الستات هذي فميش يلزم حتى لزم تدخل على مستوى عالي في مصر وحذرت برشا في التنقلات حتى مع المنتخب ومع التراجي في الحالات هذه سيب التخول فم تدخلات حس مثلا فم مسؤولين اتصالات تصير مع الجهات الرسمية كيفش يصير الكواليز قولنا يا محمد يجي نقول لك يعني ما يبدو الحكاية التي صارت اليوم في مصر أول مرة تصير في تاريخ كورت قدم تنسية هو تنقل تقريبا 8000 ولا 10000 متفرج معنتها من تونسي لما كان اخذ تصير في كأس العالم اما كأس العالم يبدو محظرين ينيروا بعوام بعشرة سنوات تلقى الامور كل في بلاصتها لكن اذا اول مرة بكل صراحة ومشيت انا تفرج في برشا مشيت البلدين الفريقي الكل دورتها يمن الله يمن الله دي ما ما تلقاش برشا بكل صراحة مش بالكم عشرين 15 عشر الاف رقم كبير يعني نحنا عارنا الجماعيات هوني ما تشويت في تونس من الجماعيات ما حذرش فيهم عشر الاف مشيت المصر ولذال ان شاء الله يلزم هذا نداء اولا لسيد وزير الرياضة والسيد وزير الداخلية والسيد رئيس الجمهورية ثلاث عذية يلزم يدخل ويأمن الجمهور التونسي في مصر حتى على مستوى عالي كالزم رئيس الدولة يدخل بيدو ماش يدخل اي انتي تخلي اللي برر في السطر مش في صلاحهم رد بالك الجمهور التونسي رو جمهور واعر رو مش نبدو واضحين واعر واعر جمهور التونسي والله واعر يا محمد نعرف ايو اني ساعة ساعة 15 عشرين يكرروا في 30 عرف نشيط وبدأوا عالي يعني يضمنوا لهم الدخول متاعهم الكل واضح خالد المشكلة هذه ماش تتنحل في الافريق محمد تتنحل برر في اوروبا قبل بيز سير الفنال يعينوه في نبلي اليوم يعينوه في بليت غادي الناس بالترينويت تجي اليوم تصور انت تعين في نا في نيجيريا تتطلق جمعية من تونس والمغرب شمش يلعبوا في نيجيريا يعني مشكلة في الافريق محمد مش بش تتحل تتصور نحن تلموني متخلفين مزلنا البونتو بزوس مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة كما جمور التراجل راجم اخذ تذكر يعلم بيه ربي متسلف فلوس ولا يعلم بيه ربي ماشي غاديك وبش يدخل الاستاد اول حاجة المساروة من المفروق يحترموا الضيفة متاعه وقتل يجي كذيف وتكامس ميزم تحترق ويجي بالذيافة ويجي بالذيافة محمد صحيح يجي بيش تحط عشر الالف على الاسبرانس من الستين الف يعني ما بينو حد شي صحيح نحنا معاديين يوه محمد فيما حاجة الكورة في الافريق راي سعيب سعيب حل لنا مؤتمر خطلك محمد ممكن ينجموا فيما حل كل ما يترشح الاربع جماعيات الاخرين يعملوا بلاد قريبة يعملوا ماتش معنى عم محمد اخوي يتذرق في نجيري يتيح يا ولي شعندك فينش اتذرق الاسبرانس كذلك يذي ليه معظوز بلدان يتذرق في نجيري وضع زينبابوي تقعه ما غادي هم تذرق يمشي باي لو كان يتمشي بالقانون اللي قلت علي انت خالد لا يا خالد يخال يكفي يمشي يا عربي يمشي وش نقول لك في مصر التوانسك يمشي للمصر مع الكورة فمج مصر فيها جو فيها فيها جو مصر فيها ما تشوف يمشي حتى يمشي عمل كيف اما بش تمشي نيجيريا خلود محمد الورد اخلود اغلى اغلى بلاد دي بلاسمو في بالي اه شا اسمها سود افريكا سود افريكا وتحت منها هذيك ناميبي اه ناميبي يعني كلهم في ثلاثة عملين ثلاثة ونصف زوزو نصف انتي وسيسو يعني الاحكاية كلها خمسمائة تلف رأيت اخي مصر الخيصة خمسمائة تلف مهمو في حالي بكي تمشي الافريك الدينار السيافة متى حموم بخمسة الاف توينس شنو ادخل لي لا لا يعرف ان نمشي حم اسمعني خنقول لك حاجة حم انتي زد يعملوا في نيجيريا يودي حمام مش نعطيه شيفر مش ما يرقد الليلة يغطي رأس ويروق لنموس ولا حاجة مشي وعشة الاف عشرة الاف في ثلاثة ملايين قديت ثلاثين مليار ايوا اذي توت جمهور ترجي صار في ثلاثين مليار كي يمشي يعني ثلاثين مليار عشرة عشرة الاف نشي في ثلاثة مليار ثلاثين مليار كد اعمل 30 مليون المحدد 3 يجيهم شو 30 مليار 300 مليارات 30 مليارات 300 ملياره 3 ثلاثين مهم غدي قال لك 30 ما يجيوش 30 ما يجيوش 3 ثلاثين لأسمع ليأخر خاني اقترب شوي 130 مليار والألف 300 مليار ايوه هي عشرة الاف. ها? عشرة الاف تلاثة مليارات. تلاثة مليارات. خالج جابة هذي. هاي سكيت المليارات. تلاثة مليارات شوية حمد. خالب المليارات. خالصوا. مليون دولار. مليون دولار. اي مليون دولار. يخالصوا برشة ديوه. اي محمد سعيبة سعيبة. اي خلني اخذ راي حمزة في هذي الكل. حمزة شنو الحل لترى ممكنك شفت سراع هوني قدامك على عينك. والله انا بالنسبة لي انا تقع يقعد الشرم. متاع انه نمشيوا للبلدان بعضنا كتزيرية كمراركة كمصر. يجيونا ونمشيوا لهم احسن. ونأكد كلام عربي مسألت جمهور واعر. انا كنت يلترا. اه. ما دي بلاسيتش خارج تونس. لكن داخل تونس كان بالحق. جمهور ترجروا قبل بليلة. يقعد ويقول كيفيش بشي خلي تراس في البلاس هذيك اللي بشي مشي لها. رميش ميش بتلقى اي معناها. معناها فما تحذير وفما تخمام وفما. بالضبط جزتهم. لازم الدخلة تكون في نيفو. بالضبط دخلة تشجيع كل شيء. كنقول كل شيء معناها كل شيء. بالنسبة الجماهير الترجي اليوم كيفاش تفاعلت مع قرار السلطات المصرية اللي اكدت انه لازم اعلام يا مصر يا تونس يا اعلام الجمعيات كهو. جمهور ترجي زادة كيف كيف وينفما رسائل كما هكا. يلتزم ويكون منظبط. وليوم عرضتني تصويره واحد من جمهور ترجي في مطار مصر بعالم كتيب القصر. ايوه. يا شم مشكلة. يا نجمي كلفه عقوبة رابا. عقوبة شكورة. يا عقوبة في مصر. ليهو. نحا درابه. كما قطر كما الامارات. احنا كما وصينا وناهو. نحكي. راو جمهور ترجي معروف. حتى سيد السافير كي تدخل معنا قال راو لازمنا نحترموا البلاد اللي ماشي. راو جمهور جمهور ترجي معروف. الحاجة اللي تقولوا عليها لاي راي ذيك. ذيك اللي بشتهم. فما مرة. فما مرة. فما مرة. نلعبه المستير في المنظهة القديمة في عهد بن علي. وقتها قوة القمع. لكاش كول. لدرابه. لحد شيء معروف. عادة تفهمنا الكلنا ككورفة س دود بشنا نلبسه مراول كحول نعبره على الغضب. مراول كحول وقتها سيف نص يد. واغلب العبيد ما هيش لابسة مراول من داخل الجزك المريولة ذاك. قبل واحنا قدام استاد يهبط قرار يتنحي المريول لك حليما كش داخل استاد. عادة الماتش ذاك الفي رجل كلهم عراية من فوق ونغنيوا ويسخيبون عاملين فازة. هو المراول تفكه قبل ماتش. اللي يفهم. فهم. اللي مفهمش. باي. وانت عديوة اخي تبش نحكيو عن ندوة صحفية. اي. الدخلة الل اللي صارت في تونس. نجمش تعملها بلاد عربية. ما نجمش نعملها حد. الحرية اللي عنا نحنا في تونس. ما فهم حتى في العالم ما فهمش. وكله كذب. وكله ترهدين. وكله نفاق سوى اوروبي ولا امريكي ولا كل. الحرية اللي عنا في تونس هوني. كل شي. اما مش مش تجي شد واحد تركح فيه ببوني على كشمه. وتقوله هنا حرية. حرية تعبير. منتاز عربي سنجري. يلا بش نمشوا للندوة الصحفية. الشنوي حارس الاهلي كان. كلمه مثير للجتل. وخاصة على الصحافة والصحافة المصرية تحديدا. شي اللي خلى صار عليه ردود فعل كبيرة. باش نحكيه عليهم بعد شوية. لكن هات نسمى واشنوها قال محمد الشنوي في الندوة الصحفية. انت عارتها في الصحف المصرية. عارتها في الاهرام وفي المصر اليوم وتعطى. ما هذه الصحف المصرية. هي التامة المشاكل. مش مشاكل مشتبير او مش اي حرفهم. حارست تراجي والشبير. طبعا نعملين مبارات لسطر البازكوية جدا. طبعا نعملين مبارات لسطر البازكوية مبارات لسطر البازكوية. طبعا نعملين مبارات لسطر البازكوية. طبعا نعملين مبارات لسطر البازكوية جدا من الاثنين. أتمنى لهم التوفيق بكرة. وان شاء الله يقدم بأداء كويس. وان شاء الله يبقى مبارات لدينا. في المداخلة ذيفة مزوز نقاط. النقطة الاولى على الصحافة المصرية قال ما هي دي صحافة المصرية بتسبب المشاكل وتعمل مشاكل. شيء اللي خلى الردود فعل كبير عليه من من النقاد من الصحفيين زيادة اللي كانوا موجودين. مثلا ربيط النقاد المصريين. مقاله الشنوي عدم ادب وعليه بالاهتذار فورا. هذا على المستوى الصحفي معناها كي اعترى رأيه في الصحافة. قال رأي صحافة المصرية اللي تعمل في المشاكل. وتفتعل المشاكل بيننا نحنا وبين الطاقم الفني متاع الاهل المصري. واحد اثنين حكي على مميش حارس التراجي. قال عمل اكثر من كلينشيت وحارس يعني عنده مستقبل باهي. متمنى ولو التوفيق في في مسيرته وكاريره. نبدأ معك عربي سنجريا النقطة من المزوز نقاط. هي دي نقطة باهي. امم. يعني بتاع شو بتاع شاسمه. شنوي. امم. لانو نحنا بعثنا لهم صحفي موحدك. امم. من تونس. صديقنا احمد عادية. ليه? ايو. ايو. على الدكتوراه فتكنبي. ايو. 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 بش نعادي وجمع كي منهم يتعاركوا في بع بعضهم. ايو. والحمد الله. كي بسؤال بركة. اك شفتوا صحافي بتاعنا. بسؤال بركة فرقها تقريبا. ينجم يكون عندو بوع داخل داخل في الجروب. ايو. 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 تطوى بشكلوا لحم بعضهم. ايو. خاصة انه ربي ساعلهم ويخسروا. ايو. ايو. يرحموا وديك يعديل. باه والشنوي مش. والشنوي مشيه. والشنوي مشيه. وصحافة بيدها مشيه. ميشت باه. النقطة. هذي. هذي صحافي محنك. باه. والنقطة ثانية. مميش. ربي بقى عليه السطر. طفول صغير. مو ما نحبوش محمد حلال العينين مش بحق. برش اي. على. في البدايات متاعو. اول دور نهائي. شكون يقول عامل تالي ولا ست شهور تالي مميش بيش يلعب دور نهائي رعبية العبطار. حتى حد ما يقوله. سبعة كليلين شيء. صحي. تقريبا وصل عندو ظلع كبير بش الترجية وصلت للدورة. صحي. دور نهائي. ايه. الدرجة الترجية اول عام محمد حتى جمعتين مترانيه مش هوا لعبوا بطولة عربية بدون بريباريسيون. اه ترجية عام خارجة من عام عمناول مدمر بفعلي فاعل كما قلناها الله يذكرهم بالخير. معناها ترجية والعام مهما جابت انتدابات لدي تصلح بشوية بشوية. صحيح. في ديسمبر صلحت خسرت ثلاثة مع الهلال السوداني ما عندهش فكتيب. صلحت الامور في ديسمبر. يعني ترجية قادة تقدم. صحيح. تحب ولا تكره. راهو نعاود ونقول. راهو بالنسبة للترجية لدي تونسي. الانزاز العظيم اللي هو الترشع على الكأس العالم بالزحة. ممم. والانزاز اللي المتوسط والعظيم اللي يكثر منه ومش متوسط. اللي هو الترشع على النهائي. ممم. اللي حتى. إيش اسمها ليلة عبدالطيف. وتقول لك. ترجية سنة ما ترشعش للنهائي. عاو بش تسمع عن بعض ليلة عبدالطيف. وش قالت على مباردة. مزيدة خطر ترجية. ايه بش تاسم عن بعض وش نعطيك شو قالت ليلة عبدالله حمزة خلنا نحكي معاك اتصاليا أخطأ الشناوي ولا تسرع في انه يقول ما هيدي شغلانة الصحافة المسارية انها تفتعل المشاكل أخطأ هوني يزرب شوية في الكلامتها ومحسبش مركزش جس طمو احنا اليوم كي نحكيوا على الكورة المديرن والهنا يعذروني الاصدقاء كان اقتحمت الميدان الكباتين يعذروني الكبات الكباتين بيانسور هيا تسعين دقيقة رفما برشة خدمة اخرى تتخدم قبل احنا كنت تفكرش مرة اللومن على رضيج عايدي على التصريح اللي قالوا متاع كان اللي يجي الردس مير قدش كنت تفكرش هذه كانت غلطة اتصاليا خطر تنجم تأثر على نفسية المنافس وماللي كان جاي يلعب نرمالي ولا يحط في قلب ويتو اللي تموتيفيها كثير بالنسبة للشناوي معا كلام عربي انه السؤال بالحق خلبز بيها الناس الكل وزيت الصحافة المسارية هي شنية المشكل ظاهر انه الاهلي عندهم قرار انهم يصرحوا تصريعات فيها احترام كبير للترجي وتحترم المنافس متاعك وفي نفس السياق متاع انك ما تخلي مش جاي تحقرهم دونك تولي وموتيفيه اكثر يجي الاعلام المصري أبار انه المشاكل اللي عم فاهم بين الإدارة واللاعبين يزيد يغيه يقل المترجي ويزيد يحتقر المترجي دونك رد الفعل متاع الشناوي عالصحافيين أبار المسألة ذيك أبار امو ما همش راضين على الكوفيرتور ميدياتيك بصيفة عامة متاع ممتاز وبالنسبة المميش بيانسور تحياليه وربي بقي عليه ستر لكن زادة يجبنا نشكره بالحق معز بن شريفاية معز بن شريفاية غير اللي قدموا لكل الترجر هذه تونسي ريت له فيديو في تصريح منذ اللي تفرجنا فيه الناس الكل وعايتل مميش باح ذاه وقت اللي موراله في القاعة مميش وقت اللي ما عايتولوش الكوب دي مونت كانت تفكرش اللي وقف معه معز بن شريفاية وهزلوا المورال واللي عيش فيه تاو معز بن شريفاية حكاهولو ووقتها الكل وقالوا راك مستقبل حارس والعلاقة هذه ما بين زوص حارسين ومنافسيين معناه يتعب مميش يدخل بن شريفاية فهما منافسة كبيرة أما يكونوا بالطريقة هذه بالرسمي مونتاليتي بروفيسيونال ورب يبقى عليهم بسطر ممتاز مهمة دورة معز بن شريفاية اليوم كلاعب خبرة في الفريق سنة رمال انا خصلوا قداش من مرة قلت لكي فيش يوجه فيه وراء وياخذوا معه الحاجة اللي شناوي قور كبير محمد وقل يحكي على مميش كما الشناوي كما رفيرونس تاعة طوقة راوناي اللي وقل قوله الكبار راو اليوم كي حكي على مميش انا عكيتك جماعة أخرى كنت بتوى محمد اللي ماتشا ذوم هوم اللي يعمل القاردين الكبير مميش عمل الكلينشيت واحد فما ماتشوات يضوم الفيناليت بسانداوز بسراحة بسانداوز تحكي لكي الكورة اللي انا حافي سانداوز انا عكيتك هناك قلتك الكورة هذيك متاع بونتو كان ولي ماتشي اخر محمد انا عليش نقولك راو لي قاردين قاردين يجيك في مومون فابل يمنع لك جمعية في باراد ولا زوز باراد يرجعك في طرح كان كلات الاسبرانس بونتو كنتر سانداوز هنا وفيت خرجت من اللعب حضور التراجي توا بعد زيرو زيرو في ردس حضور التراجي خمسين خمسين ماتش يتلعب على تسعين دقيقة محمد الفيناليت كي ما قلتك الفينال ما تعرفش علي كيفاش يتلعب بالفينال فما حاجة هومة حاجة لي يسابقوا فيها هومة هومة عندهم الجوار اللي عندهم كارابي عندهم جواريات القدام كيسون شحات شحات اذوكم كابابل بش يعمل لك كورة يعمل لك كورة بي اليوم الورغنيزازون ديفونسيف تالي اسبرانس قاعدة تخدم امر في يعني شفت انتي كيفاش يلعب في اربعة خمسة واحد هومة غاديك يلعب محمد اربعة اثنين ثلاثة واحد يعني تليز لكل وار دونك اليوم في الكورة حاجة لي تخوي في التراجي تخوي في التراجي توا تشوفها محمد او لو كان يدخل يعمل حاجة ينجي بخطر بيتسبولهم على الورقة الحامرة محمد تو تشوف الورقة الحامرة تنجم تخرج في الماتش هذي بخاطر الماتش هذي ماتش او في ماتش لاليد اجاب شوية لاخذيها شوية لاخذيها شوية لاخذيها درجين لعبة ودوه وصفرة كامل ترح كامل لها خطر عليش محمد في الانترونسيون بتاع وعندو بار شاروطة عندو بار شاروطة لكتور معناها الكرايا مي اخراج تكتور اذاك الو بوان فابل دونك اليوم ماتشو تضموا محمد ما تعرفش عليهم رو فما حاجة لما فما حاجة اللي كانت بش تعمل موتيفاسيون انا نتصوروا مزوس حاجتي اي كان كابتان بتاع الاسبرانس نتصور انا في الفستير بش يجي قولهم لولاد الكوب هذي بش نلعبوه وراو خوصي حامدي المد ببيت بريزيدون بتاعنا بش نلعبوه الماتش اليوم بحافظ جماعة الاهلي من غادي يقولكم نابا معلول متاعنا رو تضرب بش نلعبوه المعلوم طار بش نشوفوا ماتش محمد طالع في نيفو وكانت مركبونتو من اللول بتشوف ماتش اخر ماتش كبيري ولي اه عربي سنجري وما عندهم ابو الهول ونحن عنا اولوهو اه اولوه اه اه للكلمة صحي 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 التوقعاتك عربي كيفش ترى التراجي هدوة كيفش لازم يكون المباراة كردوزو مثلا كي سألوه قالوا له لعبت ماتش لا ليه لعبت دفاعي اكثر مقبلش من الصحف في المصري قالوا ليه انتي متفرشتش في الماتش قال نحن قرينا اللعب وقفنا كيف ما يلزم ومكانش وجه دفاعي قالوا شوف الهلي مثلا ضد كذا وكذا كيفش كان مردودة التراجي مش تكون بيواجه مغاير ووجه هجومي ولا على طريقة سنداونز ماتش الروتول بشيكون ضد الهلي شو محمد تراجي وصلت للفينال للمقابلة النهائية ديانهم فما علي وروتور اوكي الى حد المقابلة النهائية متاع كأس ربيت لابتال كردوزو ناجح جيما ما نسعبش وناجح وما كلاش بونتو والنتيجة اللي حتى لو كان صارت في رادس يعني ما هيش بش تقسية في 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 مصر في زفر الاربيتر بداية المقابلة تراجي مايش مقصي مازال يلعب يعني مازال تسعين دقيقة ولذا انا نقول اللي يعمل فيه كاردوزو ما ينجم يكون كان صحيح بش تقول لي مية نصار ينجم يقول لك هذك المجموعة الموجودة تولي عنده مجموعة طيبة ترجي بش تلعب بالجريب اللي عندها بالجهد اللي عندها بالكاليتين بتاع الملعبية اللي موجودة وكون مؤكد اللي حتى حد ما بش يبخل قطرة اعرق واللي يجيبوا ربي في السواب لي يجيبوا لانه ماش ساهل الاهلي المصري تحبونا تكرر في بلادها قدام ستين الف انا تأو كانت كولي هو كلك خمسين للاهلي وخمسين لترجي وعشرة الجمهور الاهليا واضح لاني تلعب قدام بلادها شاء الله ربي يجيبنا في السواب ويجيبوا للاهلي لانه خاطر الاهلي اللي راح مثلا الترنيوا على الضربية الجزائية في الاهلي المصري. انا فما حاجة بركة. اصداد قدش من ماتش. بصراحة. فما حاجة مش. انا اللي ترجي في اللي بالاريتي كل يضربوا فيهم غلطية. اخي ما يخدموه شو. ماذا بينا. انا ريت الاهلي المصري في اللي بالاريتي والله رام ضعاف. ضعاف ضعاف. خاصة ان القرد يمتاحه. شي دلين. ولذا اغير ترجي تركز في جيب بالاريتي تركز تحطها. واخدموا عليه. كان مركين ابوتو. هاي. لا شاء الله معرفة طيب. ايه تصير شو مش. بونتو المستير. لا هو قلك على الاهلي. لا الاهلي. اهلي ضعيفة في بلاريتي. لا همشي ضعاف. عربي سنيجري. كان مركين ابوتو. ليش الله معرفة طيب. سايو فترة. شمعوا روح. لا لا. كلم السيسي عني. شكرا لك عربي سنيجري. ناخدوا حوال الكيس من بعد شوي ساعتنا ثاني نرجع ونحكيه. شوي سياسة نحكيه على اخر الاخبار اللي تقول فما طائرات روسية طائرات حربية روسية موجودة في تونس وسط قلق اوروبي امريكي. شنوه الحكاية نرجع لها باكتر دي تايم. بعد شوية مع حمزة العبيدي. خليكم معنا رجعين. من الخمسة لسبعة متع عشرية. الدوامة بلوس مع محمد الخميسي على ايفان احلى راديو مرحبا بكم من جديد لناس كل قاعدين تسمع وفينا رجعني لكم هذي ساعتنا الثانية من الدوامة بلوس يحضر بحضان اليوم الباحث في الفلسفة السياسية سيد حمزة العبيدي الكاتب وروائي خالد علي التويتي ومن نهج القاهرة يحضر بحضان عربي سنيجريا سنجور مساء النور مرة اخرى مرحبه. مرحبه. خايف شوي من الماتش عربي ولا? خايف شوي من الماتش. فما ستريس تعال الاربع عشرين سيالي. تلكنا مفجوعين. انتي مفجوع خالد زيلة. ها? هليش خايف? شنوه? عطينا منشو مفجوع. بتونا نحكي لكل نهر لحد. طون هر السفر عكينا. خو مفجوع خالد. يا اخي كم انتو مفجوعين احنا مفجوعين. مفجوع يعني نيجاتيف. انتي تقصر. لا لا في البوزيتيف. معاش كون مفجوع. شنية تاوي محمد. تتعرفش ان احنا مع الاهل اجماعات الكلوب. شنقول لكم مش كون مفجوع انا. ايو. ماتش لهلي متع بدري. اي. قاعت في القهوة. مشيت الاستاد سامعني. بعد كي روحت نطلب في صاحبي ذا كي ما زوص حاب. كي ما خالد الكلوب. اي. روحت نطلب في مهزش قبلتو من غدوة. قل لي يا حمزة اقصم بالله البونتو لول سكت البونتو الثاني سكت البونتو الثالث قل لي روحت مجهمة عليا قل لي بالدموع وكن نهج قل لي كله ظلمة لعبت كل سكتة في القهوة. روحت قل لي رقد طول مالغزول. خايف عليك من نومة بكري يا حمزة. ليه ماذا هاليا حمزة. اي خاطر انا خلت خالد ما فشو اخدت اللاعب فينا. اي 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 انا تشحيح نتذكرة وقتها الفريقي هزت اي اي انا بنزرت عام سبعة وثمانين في كوكو بدافريق. والافريقي عام واحد وثعين. كلوب هزت اي 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 انا وقتها محمد راني صغير. عام واحد وثعين. نتفرش التلفز تفرشوك نجيب الخطاب واحد. والله وقتها صغره. اي اي. نسخير نجيب الخطاب يسكن في تلفز. دي مرة فيه. اي كنت سبق وقتك حتى في كنت بل من كلا الي. عاروي. عاربي طوي. واحد وخمسين. اي اخلا. عام واحد وتسعين عمرو اه او 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 صغير او صغير. ما اره في تلفزة دي مقتخلي مثلك في تلفزة صحيح اي. اي. محمد والله هزف ما حاجة طوي. اللي ما تتنحاش وفما حاجة فما حاجة. دي ما نحب نعودها. ما نكر هيش ترج. ما نحب هيش ترج جفما فرق بيه نكرة بها. وله لهirler. ايش داخلك في نحبه الاهلي تربح محام. خاطر احمر وابيض الاهلي. لا لا خاطر الاهلي. لا لا لا. لسما ايجي توفيته انا ايجي ايكلو بيست اسهله. قلوا شكون تحبه. ترجي الاهلي تربح ولا ترجي. باي. على مية. طلقة مية واسنين يقولوا لك اه. مشكلة يا حمى. شنو قدوا ديما يدوجوا في فرحة كي. نحبه فرحة حقيقي. نحن بوه اربحنا فرحنا خسرنا ندخش. نحن احنا مفرحناش. ايه سيدي سيدي كملنا الدربي متاعكم وفاتوا. بشان هلو صفحة سياسة نحكيه. على الاخبار اللي قاعد يدور الايامات الاخيرة. وصولا الى البلاغ ساعة من من صفارة روسيا في ليبيا. وصولا الى بلاغ للصفارة التونسية في فرنسا. البرامج الفرنسية وخاصة قناة ال سي الفرنسية. حكيت على تواجد قوات فاغنر الروسية في الاراضي التونسية. نحكي وعلي خنس ما شون وقالوا برب ساعة. عطيونا الشويه اكستريم بعد نيخذ مع حمزة. لا بيدي اكتر تتايع الموضوع. مناسبة للمساة التي ستكون لها عبارة الايام. كيف سهات تبلك المترجمات بورقبيبات. سهات تنسية تنسي كيف يوسف أولية العمول من المنطقة الدولة في الديد. السهات تنسية المنطقة في مكوشة كيها. أدلاً أيضاً مرة فرقبات. وصلت أكثر على السيارة على وضع التنسي التطور في الوضع الهاتف مخلطًا لمساولة تنسيس هذه المناطقات. رأسي الله كيف سنقل بأن المترجمات لتنسي هذه المناطقات كيف س 때문 الخطبات لي تاكله. ميلا مان entre guillemets في حوص لسريع اللي قال قال تونس وراث بورقيبا تونس أحفيد بورقيبا تونس اللي مقابلتنا في البحر البد المتوسط اليوم روسيا تختارقها روسيا تحطيدها لها شيء اللي حير لولايات المتحدة الامريكية ولي حيرنا نحن بنبرس مع تو درجة آخر يمكن دموعه تهبط بالتأثر من قديش خايف على تونس وخايفين علينا وكذا في LCE هذي كان لكلمة قال الربوبليكا الصحيفة الإيطالية كانت بديت هي الأخبار والتناول من الأول حمز عتينا دي تاي على الأخبار وفكرة كبيرة الفوضى هذي الكل بديتها لربوبليكا مقال نشرته تحت عنوان طائرات حربية روسية في تونس وتحذير أمريكي موسكو تتوسع اللي قالت فيه على وجود طائرات حربية روسية في مطار جزيرة جربا اللي تبعد 150 كم على الحدود في ليبيا ونقلت الصحيفة على المتحدث باسم الخارجية الإيطالية قال لنزل نشعر بالقلق دي ما قلقين إذا أنشطت مجموعة فاغنر الروسية في القارة الأفريقية والتي تؤجج السراعات وتشجع الهجرة غير شرعية لهنا زوزو سرطة نرجعو لها بعض مسألة لاجر غير شرعية اللي دول عدة بما فيها تونس مشيرا إلى أن الحكومة الإيطالية قد ناقج هذا الأمر مع السلطة التونسية من بعدها تهبت صفارة روسية في ليبيا بيان نشرته على فيسبوك وعلى اكس ومن بعد زادها جاوبت صفارة تونس في فرنس صفارة تونس في فرنسا جاوبت البيرة تقريبا بعد الكلام اللي كنا نسمع فيها ذي في قناة السيئة الإخبارية بالضبط والزوز ردود من قبل صفارة روسيا وصفارة تونس اللي يثير فيهم هو فما جانب من الصخر نبدأ مثلا بالرد الروسي يقول في الآوينة الأخيرة بدأت وسائل الإعلام في أمريكا الشمالية وأوروبا كما لو أن الأمر يبدو كأنه حسب التعليمات الأوامر في نشر مقتطفات عن فاغنر مستخدمين مصطلح تقرير من آخر منشورة أجهزة المخابرات الغربية مشروع أولايزون فاغنر يكون منشئوها على نفس نمط تجربة المشاريع السابقة مثل المشروع بلينكات هنا تحط في الكنتكست سفارة روسية سيئة سمع المبني أساسا على تلفيق مزيج سميك بلينكات هي اللي سيئة سمع مصفارة روسية على أي بانسور على تلفيق مزيج سميك من أنصف الحقائق والأكاذيب تحت ستار تحقيق مستقل والآن بعد أن قررت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية بوضوح موكبة مهمة إنشاء وتكرار قصص رعب عن فاغنر لتخويف القارئ عديم الخبرة بفكرة وجود طائرات مقاتلة روسية في مطار جزيرة جربة في تونس لا يسع المرء إلا أن يحسدهم على مثل هذا الخيال لكن كردة فاعل علينا أن نقول أن هذا كذب وتزييف وعدم احترام كامل للقارئ سواء كان في إيطاليا أو خارجها لكنكم كصحافة تعودتم على ذلك كما يقول مالك الجريدة فإنه دائما يكون على سواق ستورينا الأيام والأيام بيننا يعني خيال اعتبروه في الخيال العلمي الرد التونسي زاد في الصفار التونسي من فرنسا نفس الكنتكس هنا في إجابته على برنامج أغ بيجيداس اللي زعمت وجود أعضاء من فاغنر يتأكد أن القناة الفرنسية تواصل عملها في التضليل الإعلامي من خلال ترويج معلومات لا أساسة لها من الصحة عن تونس دون التحقق من هذه المعلومات مسبقا من المصادر الرسمية مضيفة التضليل الإعلامي رياضة يبرع فيها البعض هذا هو تكذيب رسمي تواصل نعتبروه بالنسبة لي أنا كتحليل معناها بش نزيد جزء صورس أخرى حكيت علقة على الأخبار فما مقال أهبط في لكوريد لتلاس كل الصحافة الفرنسية والإيطالية تقريبا دولوها الأخبار لتحكيها ليبارشا لكوريد لتلاس شو أقال ذكرت جبدت على مصدر اللي هو جلل حرشاوي شيرشور في تينك تانك رويل يونيتد سورفيسز انستيوت فور ديفانس ان سيكوريتي ستاديز يكذب لخبر هذا ويقول أنه حزين على الريبوبليكا بما أنها سمعتها في العادة طيبة وروا ما فمش منها الحكاية وحسب المصادر متاعه رأي طيارات مدنية عندها أشهر إذا مش أعوام جي تعود تعبي كيروزين وتنطلق وهو الإجراء العادي صحيح بتحرية صغيرة أنا قبل ما نبدأ هذا بحثت شوية عملت شوية اتصالية حابت نعرف شنو فمه في الموضوع سار ما سارش فمه منه ما فميش المدة اللي فاتت سار اسكال تيكنيك اللي هو إجراء عادي يسير بين كل خطوط الطيران العالمي يعني كي تبدأ سفر تويلت نجم تيقف باش تعمل روشارج متاعك من الكيروزين وتواصل الرحلة متاعك ما فمه منه حتى شي وما فمه حتى طايرة حربية ستاسيوني في مطار جربة عربية سناجرية فاغنر على الحدود وفرنسا الأعليم الفرنسي ما في جوالينا إيطاليا كيف كيف هو اللي محمد ناريت واحد لبس كومبا كومبا شعر وصفر وفيها أعلم روسي ماش يقضي من عند عمل مكي للعطار يا شفرينا شويح وراجعت شكيت أنا ما قدبش عليكم بكومبتو مع تهرب حكيت معاهر لانا ما كلمتوش خويفة وقلت تابعة خاتر ليش كومبا عربية ناريت مش كاتب فاغنرم عالم روسي يحمى حكيت فاغنر كما حكيت شاريتي من عند حمد المدر الزوز ما فاميه ومشيت المصر الزوز ما فاميش من المصر يحمى يحمى وتخرج ناس تونس تبيع تبيعون الملح تبيع عمى خبسين ماتبعوش لعنا تينا عنا مباعين نارينا نحنا مخذرين نارينا عنا برشة رو الناس ما حبش تحشم على الارواح تيهون دي خلينا نعيش ومعاش عليش حمى عليش العبيد فى الوقت اذى واقسم بالله البلاد تاكية ربي سبحانه وكية تيهون بالله انا عايشين حمدو تعادي الحمدو والنيس فسمعت العليم الفرنساوي هذى كيفاش كان يحكى علينا بتأثر والله يا حمى لنفهم فى السياسة اما من اللي ريت المحامي لفرنسيس خرجوا يعايتوا متقلقين علينا ايوه عرفت اللي فرنسا تحبنا وتموت علينا وخايف علينا خارق العالم انا ذي اتغكت ايوه هذى هو من عرش عددولتك تعرف شي دي وتعرش انتي تعرف خايف علينا ممتاز خالد فرنسا خايف علي اروح شايد نعني بالحق محمد خاطر وليت فى الافريقى فرنسا الافريقى الكلة شفتت منها هاي ديها على خاطر بين بالكيشف محمد الكولوني الانجليزية اللي كانت مستعمرتها من انجليزية كل تقدموا كان الكولوني فرنسي التوى قاعدة بارك على يوم فرنسا اليوم فرنسا وليت مفجوعة وليت مفجوعة خاطر فرنسا اكبر بلاد عندها حروب استراتيجية بدابت مش حروب استراتيجية واقتصادية فرنسا تحكم في تونس استراتيجيين واقتصادية صحيح يتاو تحكم فينا اقتصادية جاتنا روسيا طيارة هنية استراتيجية تعب تلدخل فينا وشو مشكلتا كيهرم حتى وكان جاتنا شو مشكلتك انتي ضرب في دارنا شو مدخلك انتي باه ها У الخطاب وزير الغريكي القادم صيد خالد علية التوية الحدي اف درجة عالية اشيان دياها يا حمى والله العظيم توكين خالد وزير الخريجي أنت وزير كمو سيها انا دفاع لا دفاع الى الخراب البلاد في درج الله هاي سيد يحول الكيس تتصويت مع وهي بالغاية ونرجع معك حمزا بعد شوية مش نحركي وعلى مقترح في مجلس نويبي الشعب الموضوع حول تسويت ملف الأفريق و المناولة من الخمسة لسبعة عمت العشرية التوامة بيوز مع محمد الخميسي على إيافين أحلى غدية إيافين محلى راديو مرحبا بكم جديد الناس كل يقعدين تسمعوا فينا رجعني لكم بعد شوي يكون موجود بحدينا الشيخ محمد الياس المهرزي في قريب من القلب لحديث اليوم على حسن الظن بالعبادة حسن الظن ببعضنا لازمنا نحسن الظن ببعضنا بعد شوي نرجع له الموضوع ذي بكتر دي قبل ما نتعديه للمجلس نواب الشعب والموضوع هو الأفارقة والإدماج متاحهم حمزة نحبني غرايك في الموضوع اللي كنا نحكيه فيه فاغنر والتخوف الأوروبي الامريكي متواجد القوات الروسية في تونس بالضبط هما تقريبا المواضيع الزوز مربوطين ببعضهم وهني ماذا بيا كانت تونسا يركزوا مع اللي بش نقوله بش نذكر المحكمة الجنائية الدولية أصدرت أمر اعتقال البوتين وقتها القضايا كانت انه اختطف أطفال من أوكرانيا صار التحقيق وهبطت الحكم وعتبروه انتصار تجي من بعد بمدة صغيرة ألمانيا تقول تكذب سلوطة كييف وتقول رأي سيمية متاع الأطفال اللي عتيتهم رأي موجودين عندي في ألمانيا باي؟ المسألة تخرج في الصحافة من اللول الانتوين سيزوموا يفهموا انه الإعلام الغربي رأي أجهزة وأذرع المخابرات دونك أنا في رأي النجم نصيب النجم نخطئ العملية هذي هي عملية مخابرته انه بشي تم اتخاذ هذا التونس نجد تكون متعلقة بالهجرة نجد تكون متعلقة ببرشة مسائل أخرى ويزمنا زيدا نذكروا التوينسة انه الخطاب السيادي رأوا ما وش نقوموا سبعة حنا نحب نكونوا سيدة أنفسنا رأوا فيه برشة تضحيات وفيه برشة أزمات نجموا نتعدوا بها فيه برشة تطبيق وبرشة هذي تحي بالضبط واللي يزيد يأكد لي المسألة هذه الطريقة اللي يتحركوا بها في نفس الوقت لا تنجمش تكون تلقائية ينجم يكون زيدا وسللهم انه على تونس بش تاخذ إجراءات أخرى على المهاجرين الله أعلم لكن إذا كان تأكد الكلام انه معلومة انه العملية اللي صارت هي استخبارات بامتياز هوني كالعادة الدول الغربية عندها الأذرع حتى في تونس ونلقاه التعليق متع نائب مثلا قديم في البرلمان السابق مجدي كرباعي اللي يقول انه قيس سعيد يتحدث دوما عن سيادة الوطنية والتدخل الأجنبي واليوم هناك مظاهر الأنصار قيس سعيد في قلب العاصمة ضد التدخل الأجنبي وإلاء المتظاهرون لم يروا زعيمهم المفدى وهو يفتح مطارات الدولة للقوى الأجنبية عن أي سيادة وطنية تتحدثون ومطاراتنا أصبحت قواعد عسكرية أجنبية معناها فاكت معلومة بالنسبة لي موجودة سواء عن قصد أو عن غير قصد خطابة ذاية منجم يكون كان في تناقل مع الدول الغربية هذه وربط تواجد فاغنر هوني مع الأفير قزيدة ينجم يسبفل تخارن تحكيراتك خطرها هي فاغنر أول حاجة متهمة بها بخلاف حكاية الاستقرار هي أنها تحرض على مسائل هجرة للدول الأوروبية وروسيا تعملها بالنسبة لهم إذا كانت دولة تونسية مرضاتش إلى حد الآن بالمفاوضات اللي سارة مع الجانب الأوروبي بالنسبة لها بش تسايب العباد يمشيوا ينجم يكون ها هيدهم فاغنر تصير عقوبات تحت غلاف أنت كي سمعت من الأول فاغنر في تونسية ومشي لبالك والله أنا من الأول مغروم شوي بموزيك كلاسيك وعنا دونك مشي في بالي تراها خلنا خلنا تشوف الكباتن معك بش ترجع تكملي مغروم بنا موزيك أنت كلاسيك حمزة مغروم هي فاغنر أنت مغروم بفاغنر لا عرفك ليه ليه بقى أي نوع من الموسيقى مغروم بها سي العربي سنجري حمزة مغروم بالموزيك كلاسيك 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 مزود كلاسيك أنا سلو خالد أنت عمي بيت هوبن كملي هاي موزيك كلاسيك في تونس قلت سيد فاغنر ميت ميزيسيان بلك شي فاما أوركستر بش تلعب بش تعمل ويلا حسيل ودخلت شفت نقال فاغنر عادا بعد فكرت ألماني فاغنر وهو الموسيقى المفضلة متاع أدولف هتلر عادا مرة في الالفين وثمانتاش في الكيين الصهيوني راديو حاط موزيكا وتمشي واحدة وراء واحدة عادت حاط ريتشاردو اتطرد السيد اتطرده في الراديو واللي ذاعل كلها مشيئت وقتها العمور رديو يعرف شهادة كل واسمحهم في الراديو في اسرائيل يسلمك رايتو ما استعبالو قاعد يحلل في شخصيتك من قبيلة ما شو يا رايك ما شاء الله عيني ما اتذرك ما شاء الله الدوايات الكل اما لق كيفاش القدرة متاع تذي القدرة متاع التنقل من مصر لتونس في لمحة ايه ساحب التصرر ايه بالنسبة ليانا رايت طبا عندها برش امر الله يلا منزل عندي منزل عندي ثلاثة دقايق فقط نحكي وفهم توتسويت على البرلمان التونسي موسيقى الموضوع حول تسويت ملف الافارقة والمناولة تحية طيبة وبعد في ظلم تجاد والبلاد العزيزة منتشار لعدد كبير من الافارقة نقترح على جنابكم رؤية لحل هذا الاشكال مؤتمر رجال اعمال حسب الاقاليم يتم ادماج نسبة من الافارقة الطالبين للوجوء ضمن الشركات المناولة مع تسويت وضعية العمل التونسيين وفق استراتيجية دولية للقطاع مع العمل الهش توظيف الافارقة في اليد العاملة لمشاريع تونس الفين وثلاثين الفين وخمسين وادماجهم في الدورة الاقتصادية للبلاد بداية التجربة يمكن تساعدها في العام رجبنيانا عبر خلق شركات للخدمات الافريقية تحت شركات رجال اعمال بيسفاقس نطلب من سيادتكم تمكيننا من وضع موعد مقابلة سواء في قصر الحكومة ومجلس نويب الشعب وذلك لتفسير اعمق واشمل لحيثيات رؤيتنا وطنيا واقليميا ملاحظة لعليقة اللي مبسطنيها من حلول بالتوتين عشرين سنيا عمل ثم الترحيل مع فائق عبارات التقدير والاحترام هذوما النايبين صغير واسمه درويج زوز نايبيتهم اللي امضوا على الاقتراح هذا حمزة نبدأ معك في دقيقة يا غير انا يمكن مش نظهر قاسي شوي لكن انتو نفسر علاش انا نطلب فتح تحقيق من قبل البرلمان واخذ اجراءات ضد النواب هذهم ونطلب زادة من نيابة العمومية باش تتحرك بسبب المقترح هذا بسبب المقترح هذا اليوم كيتراء الخطاب منتع الوظيفة التنفيذية منتع الدولة شنوها تحكي على التوتين من بعد تلقى مقترح كما هذا تطرح برشا نقاط استفهاء اه هذة تو سار وطول البرلمان يخذ الاجراءات متاعه وطول يصير اللي يصير المشكل زادة من بعد في الرد متاحها من بعد الضجة اللي صارت سيدة النايبة المحترمة تقول في شأن مراسلة تم تصويرها وتوزيحها من طرف شخص خائن لامانة المجالس وكأنه اصلاً ما عنداش نحق في النفاذ المعلومة طبعا ايه ولكن ليس هناك ما نخفيه ونحن مقتنعون ان المرحلة حاليا هي مرحلة ثورة تشعي القطعم والفساد ونحن على علم باك مفهمة وانسا قالوا كيفاش هكا ولا وانسا تقريبا اغلبهم نعرفوا موقفهم قالوا كيفاش ماذا تقول عليهم السيدة النايبة المحترمة ونحن على علم بأن الكلاب تنبح وستنال كل ما نقوم به لفائدتها ولمزيد بث البلبلة في الدولة يعني احنا الكلاب واحنا اللي نبثوا في البلبلة في الدولة وانكاذك علش انا بالحق نطلب من البرلمان بشي بري ذمته ساعة منها هذا كلم قالته سيدة النايبة ايه ومن بعد جي معلومة اخرى انه النايبة المستقلة ريم الصغير كانت مبين نواب الشعب الاربعة اللي التقاوا بالنائب عن حزب الخضر الالماني حزب وزير الخارجية الالمانية توبياس باشلر باشل 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 الالماني باشلر الجمعيات والهاجرة كذي نجم يزيد يأكد انه من نجم يكونوا غواصات في البرلمان وطوى تقترح بينصير رفقة نايبة اخرى على رئاسة الحكومة عقد مؤتمر رجال العمال بهدف دمج للطالبي اللجوء في شركة المنابة بربي فقط الكلام الاخر حمزة عندك المصدر وين قالت في فيسبوك على فيسبوك سيدة النايبة توصف الناس اللي اختلفوا معها في الراي ولا اللي مقبلوش الفكرة اللي اخترحتها بالكلي بالضبط والبرلمان البرلمان اذا كان ماوش بشي اخذ اجراءات ضدها ذي بشي اعتبر موقف البرلمان نرى من الاخر اذا كان مايخذش اجراءات ضدها اهي طبعا شوفت كدش ايه تحافظ ايه نسعد روحي ايه نايبة ذي نقولها ننصحك ولا تستقي ايه لحب مش منخوش كليب ولا يسمع اللي العبيد تويتو ايه ايه انا 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 ازدم تفرض علينا رايك ولا تحب يشد انت البلاد ووحكم فيها تي نايبة انت اخبوك خمسين واحد ايه سحبو منك الثيق ايه سحبو منك الثيق ايه نقولك انا حاجة يجزم رايك فمع بيت تحترم روح رايك والله العظيم تونس هذي لا تفضى والله لا تفضى الا لما كل واحد يحترم روح اذا كانت تحب البلاد هذي ترجع ترجع بلاد كل واحد يحترم روح شنين وين يتكلم يخرج ما غادي يتكلم يخرج انا اخويا نعرف انا سمحني محمد ايه فما ناس ننتخبوها مهما كانت شكلها عشنا مع ناس كل ما خلق نيش شخصي ما يمني في حد حد ايه فما ناس انتخبناها خلي تكمل موندان تيحها وننتخبو ناس اللي عجبتنا انتخبو ما عجبتنا انتخبوها وانت كل تقيقة يخرجلنا واحد هاو فلان سمحني حتاو تصير انتخابات محمد وخدوا حي بعد عدي ثلاثة يامتا يرجع واحد يحكي لك في السياسة ويحكي لك على البلاد ايه سايب خليلنا شكرا لك عربي سنجري ايه فقط نحب نقول رئيس سيدة نايب عند الحق نجم تدخلت نجم تاخد حق الرد في الكلام اللي كنا نحكيوه سينو بموجبها ذاكرا او انا وانت حمزة نحس راحي معني بالكلام ولا مقصود بالكلام نجم انا نشكي ونجم انتبع وناخد حقي انها ما تهجمت علينا في وصفنا بشيه في حكاية محمد الخدامة هو ما فيهم رأي وخطر يزمنا نفرز وانيه يجيونا لفارقة يزمنا نفرز وفيهم الخدامة وفيهم ما عندك الحق تصفروا اكا ولا ليه قانونية فما لجوء سياسي جماعة السودان ايه هذوكم كي تقبلهم فهمت محمد يعني يزم نعرف ونميز وكاك ولي غيذك في الحكاية الكل محمد انه نحكيو على دول غربية قاعدة تضغط عليك وعلى مؤامرات وعلى لعبة كاس حكاس حكاس حارو اكثر ما اللي ينتصورو الناس الكل تجي تلقى لايزي توانسة من منظمات فيش يعملو وزيد اليوم تلقى من داخل السلطة التشريعية وش تلقى تلقى طول عمر يشد واحد ينزل علي الاخر يشد الاخر يشد علي شنو اخدو هكا اجيال ولادنا مشيت وعبادنا مشيت يوزي سايب خدوينسة خدوينسة توانسة رو مزيلوا بصورة البرلمان بالنسبة ليه هم رايح حاجة تجي انتي تعمل في مصالحة مع عبادو تحب توريهم اللي انتي بش تشرع المصلحة العامة مش كي ما كنا قبل فئات ضيقة وفئات صغيرة ومصالح احزاب ومصالح دول الخارجية جي انتي اليوم مهمتك انك تعمل مصالحة مع العباد تجي تقرر قرركي مكة واضح شكرا ليك حمزة الموضوع بش نرجع الموضوع بش نرجع ونحكيه عليه وعلى التدوينة على السيدة النايب ربي خليه لي عندك حمزة خليه عندك التدوينة شكرا ليك حمزة العبيدي